اهلا وسهلا بكم في برنامج الزمن الاول الحلقة العاشرة عن وصول مقابلة تاريخ في مصر والنهاردة ان شاء الله بنتكلم على ما يعرف باسم العصر الحجري الحديث العصر الحجري الحديث هو العصر اللي بيشهد استقرار الانسان على الارض استقرار شبه دائم او بمعنى ادق هو العصر اللي الانسان بيكتشف فيه بعض الانجازات او بيعمل بعض الانجازات اللي هتمهدله لانه يستقر على الارض بعد ما استمر فترات طويلة جدا لانه يكون في حالة ترحال فحيبتدي بيعمل مساكن اكثر تطورا مساكن تخليه يقدر يتغلب شوية على العوامل المناخية بتدي يستأنس الحيوان يصنع الفخار او الاواني الفخارية يبتدي بقى يحرقها هي في الاساس اواني معمولة من الطمي او من الطين بعد ما هيحرقها هيكتشف ان هو ممكن تتخذ صلابة درجة من الصلابة معينة يبتدي يخزن الحاجات بتاعته الطعام والشراب في الاواني ده هي يبتدي مثلا يكتشف الزراعة يبتدي بقى يأسس لانه هو يزرع الارض بتاعته فيستقر فيها بس الحقيقة هنا عايزين نوقف عشان نشير لامر هنا فكرة ان انا يكون عندي علاقة ما بين المية وما بين الارض اللي بتتزرع علاقة ما بين المية وعلاقة ما بين الارض والنبات اللي بيطلع من الارض الفكرة دي معروفة من ساعة وجود الانسان على الارض من زمان جدا هو ايه جديد هنا؟ الجديد ان هو حيبتدي يتدخل ان هو يبتدي ياخد الحبوب الجيدة وينقيها ويرجع يدفنها في الارض عشان بعد كده لما المية اتعدي على الارض دي الحبوب دي تنبت من ساعة تدخل الانسان لاختيار الحبوب وتنقيته ليها ويدفنها بشكل متعمد ويعرف امتى تزرع وامتى ما تزرعش وامتى تطلع لي محصول جيد وامتى ما تطلع ليش محصول جيد ومدى كفاءة الحبوب دي يعني التجارب اللي هيعملها دي هتاخد وقت هتاخد فترة زمنية مش قليلة فعملية تدخله لعمل زراعة هي ده هو ده الجديد لكن الانتباط الشرطي ما بين المية وما بين الارض وما بين ظهور النباتات الانتباط ده معروف من الانسان من ساعة ما يعني من اقدم العصور الحجرية الى دي من زمان جدا والحاجة التانية بقى وده المهم طيب انا قبل ما اصنع الفخار وقبل ما اعمل آنية من الفخار وحرقها وعشان اخزن فيها شوية المية الشراب انا قبل كده كنت بعمل ايه كنت بخزن ازاي خلال عصور الحجرية القديمة كنا بنجيب مثلا بيض النعام نصطاد النعامة نشوف البيض بتاعها نعمل ثقوب في البيضة نفسها عشان نخزن فيها بعض الشراب ممكن نعمل مثلا اربة من جلد الحيوان نخزن فيها شوية الطعام بتاعنا يعني هو برضو فكرة التخزين هو عارفها مش ما كانتش مجهولة بالنسباله بس الجديد بالنسباله بقى ان صناعة الفخار حتخلي يحصل في عقله طفرة طفرة فكرية في ايه؟ انا بجيب حتة الطين غير منتظمة في الشكل احنا كلنا مثلا في وصول مخابلة التاريخ قاعدين مع بعض بنتكلم نجيب شوية نار نحطها جنب الطين بعدين وفاجأة ان الطين ده يبتدي ايه؟ يتغير في شكله يبتدي يتغير في الصلابة بتاعته يبتدي يتغير في التركيب الكيميائي بتاعه ده هيخليه يفكر ويتدبر اللي حصل ويبتدي يفهم انه باستخدامه للطين وحرقه المتعمد للطين ان المادة نفسها بتتغير دي كتعملية في منتهى الخطورة ومش بس كده هيبتدي يفهم انه هو ممكن ياخد حطة الطين دي ويتدخل في تشكيلها ويعمل منها شكل معين يحرق الشكل ده بالنار تقوم الحتة اللي حرقها دي تبقى اكثر صلابة من الاول تغير شكلها هو طبعا ساعد على تغيير شكلها اذا حدث لتحق تغير في الشكل وتغير في الصلابة وتغير في طبيعة المادة ده هيخليه يفهم انه هو انسان صلابة صانع ماهر ممكن يغير في تشكيل الاشياء وصناعتها من جديد دي كانت عملية في منتهى الاهمية لان هي دي اللي حيمشي عليها الانسان المصري القديم طوال بقى العصور اللاحقة هيبتدي يجيب العج مش بس الفخار ويغير شكله ويعمل منه شكل اخر يجيب المادة الخام ويشكلها وينحتها ويعمل منها شكل جديد كأنه بيخلق شيء من لا شيء طبعا دي كانت نقطة مهمة جدا لانسان ما قبل التاريخ الحقيقة مش في مصر بس وفي العالم كله ولكن الانجاز المصري القديم في الفترة ده هي انه هيبتدي يفكر انه هو كمان بيشارك في خلق الاشياء من جديد وانه هو جواه سر الهي وقوة الهية بتساعده على خلق وتشكيل هذه الاشياء القوة دي هيسميها في العصور التاريخية لما هيبتدي يكتب بقى في العصور التاريخية وفي الحق ولما تطلع لنا بقى الحضارة المصرية في الصورة الناضجة قوي مع بداية الاسرات هيسمي القوة دي بتاح اله الخلق اله اللي هو بيفكر بقلبه ثم ينطق بلسانه ثم يخلق الشيء فهيبتدي يتصور ان بتاح ده موجود في الحرفي موجود في المهني فصناعة الفخار ما كانتش عملية بسيطة ابدا اللي كانت عملية يعني تركت اثارها الفكري الزراعة نفس المكان انا لما هزرع هستقر بقى جنب الارض اللي انا زرعت فيها هتجوز في نفس الارض هندفن في نفس الارض هيبتدي يحصل علاقة ما بيني وما بين الارض وحب للارض وانتماء للارض اللي انا زرعتها وعشت فيها وهندفن فيها هيبتدي بقى يطلع عنده معتقدات دينية وحيبتدي يظهر بقى شكل متطور اكتر للدين زي ما هنعرف ان شاء الله في الحلقات القادمة ده بالنسبة للزراعة والفخار حيبتدي يعمل مساكن في البداية طبعا هو لسه يعني ما استخدمش مواد يعني صلبة قوي ولكن حقيقة هيستخدم الحصير البوس القش اغصان الشجر لعمل بيوت بسيطة في البداية شوية شوية حيبتدي انتظمة من الطين عشان يعمل اساسات البيت شوية شوية حيعمل لي الطوب اللبن يبتدي بقى ياخد الطين ده وينظمه ويحرقه ويعمل له منه قوالب واشكال واحجام ويبني البيت بتاعه ولحد يعني فترة قريبة فيه في الصعيد مساكن معمولة من قوالب الطوب اللبن المساكن هتبتدي بعد كده تتطور معاه في فترات ما قبل التاريخ اهم شيء ان هيحصل تضامن جمعي بين ابناء القرية هتبتدي بقرية القرية تجبر تتحول الى مدينة يستقر بقى يعمل لي دفانات للقرية يفصل ما بين المساكن والمدافن يبتدي يحصل تنظيم اجتماعي نفرج على تنظيم اجتماعي نشوف ازاي عمل التنظيم ده كل الحاجات الجميلة دي هي اللي بتميز العصر الحجر الحديث عن العصور الحجرية الاديمة يبتدي يظهر لي زعيم عندنا دلائل على وجود زعيم في كل قرية من قرى مصر خلال العصر الحجر الحديث تبتدي نشوف دفانات تؤكد وجود زعيم زي حلوان مثلا هنعرضها ان شاء الله في المحاضرات القادمة ان انا عندي دفن الراجل مدفون في حفرة في حلوان عصر حجر الحديث حوالي خمس تلاف قبل الميلاد والراجل ده مدفون ومسك في ايديه عصايا عصا عصا الزعيم العصا اللي حيمسكها بعد كده الملك في العصور التاريخية ودي كانت مقدمة بسيطة جدا عن العصر الحجري الحديث قبل ما نخش ان شاء الله في المحاضرة الجاية عن اولى حضرات العصر الحجري الحديث في الصحراء الغربية في منطقة سامخة نبتة او نبتة بلايا واشكركم على حسن الاستماع